قال وزير الداخلية وجماعاتها المحلية إبراهيم مراد أنه تم تخصيص 100 مليار دينار من أجل تسجيل برامجها التنموية وهذه السنة تم تخصيص 3.96 مليار دينار لفائدة 17 ولاية لإنشاء 41 منطقة نشاط مسغرة واضف وزير الداخلية خلال عرضه لحصلة القطاع أمام لجنة شون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني أنه تنفيذا لتعلمات رئيس الجمهورية الرمية إلى بعث الاستثمار الاقتصادية عكفت وزارة الداخلية على إعداد برنامج يتمثل في استحداث مناطق نشاطات مسغرة على مستوى البلديات للمساهمة في الرفع من حجم الوفرة العقرية بالإضافة كذلك إلى إعداد وإطلاق برنامج نموذجي لاستحداث مناطق نشاط مسغرة شاملة كل الولايات مواجهة لحملية المشاريع المسغرة وممول من طريق صندوق التضامن والضمان قول إلى جماعات المحلية كما أشار وزير الداخلية إلى أنه تم إطلاق برنامج نموذجي يتمثل في إنجاز منطقتين أو ثلاث مناطق على مستوى كل ولاية كمرحلة أولى وتحديد مساحة المناطق بخمس هكتارات وتجزئتها على حصص تتراوح مساحتها بين 200 و 500 متر مربعة حسب احتياجات المؤسسات المسغرة ترجمة نانسي قنقر